اشتركوا في القناة تنسيقي بالعاصمة الاسبانية مدريد حول الاوضاع في غزة وبحث خطوات تنفيذ حل الدولتين وانهاء الصراع في المنطقة وخلال الاجتماع اكد وكيل وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين بشأن دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام وتغليب الحوار والتفاوض لانهاء الحرب في قطاع غزة وخفض التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة وتقديم المساعدات الانسانية وحث وكيل وزارة الخارجية المجتمع الدولي على الاطلاع بمسؤولياته في التهدئة وحماية المدنيين وتسهيل اصال المساعدات والاستجابة لمبادرة ملك البلاد المعظم بالدعوة الى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط بما يدعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وحصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة